المخزن بالمغرب ماضٍ فاسدٍ أم ضامنٍ لهيبة الدولة منذ نحو تسعة قرونٍ وإلى اليوم يستعمل المغاربة مصطلح المخزن بشكل يتجاوز التفسير القاموسي إلى دلالات أخرى ترتبط بالسلطة والطبق الحاكم في البلاد وقد يستخدم للدلال على كل ما له صلة بالدولة ورغم الانفتاح السياسي الذي عرفه المغرب عبر مراحل إلا أن المخزن ظل حاضراً وإن اختلف توظيفه ودلالته المحلل والباحث السياسي المغربي محمد شاقير يشير إلى ارتباط مصطلح المخزن بداية بالمحل الذي كانت تجمع فيه مختلف الطروات الزراعية والفلاحية وذلك قبل أن يتحول فيما بعد إلى رمزٍ للسلطة السياسية التي تحيل على السلطة المركزية في المغرب لافتاً ضمن تصريحه إلى أن استعمال المفهوم بهذا المعنى بدأ في عهد موحدين وبدوره يبرز المؤرخ المغربي المعطي منجب أن المخزن كمفهوم ظهر في المغرب لأول مرة في القرن الثاني عشر ويتابع موضحاً ضمن تصريحه أن ذلك المفهوم أخذ شكله الحالي على المستوى التنظيمي كدولة تقليدية لديها بعض الأدوات التي تتشابه مع الحكم العثماني امتداء من القرن السادس عشر وحسب المتحدث نفسه فإن المفهوم استمر بالشكل الذي أعطاه له بالخصوص السلطان مولاي إسماعيل إلى غاية بداية القرن العشرين أي قبيل الاستعمار ما يزال العمل بمفهوم المخزن جارياً إلى اليوم وهنا يشير منجب إلى أنه يحيل على معاني عدة تختلف نسبياً باختلاف الفئات التي تتداوله وحسب المتحدث نفسه فإن استعمال المصطلح في الإعلام وضمن تصريحات المحديين وأيضاً المعارضين يكون بديلاً للملك والحكم الملكي بينما استعماله من طرف عامة الناس يتم للدلال على الدولة والإدارة وكل ما له علاقة بما هو عمومي مثلاً سبيطار المخزن مدرسة المخزن أما بالنسبة للمثقفين والفئات الوسطى المتعلمة فإن المخزن يحيل لديها على الحكم الذي ليس فيه فصل بين الصلط وعلى فئة تحكم حسب التقاليد وحسب ميزان القوى والتعليمات والإشارات الشفوية يقول منجب ولكن ما دلالت استمرار استعمال المصطلح طوال تلك القرون وإلى اليوم منجب يجيب بالتأكيد على أن استمرار استخدام المصطلح يعني استمرار حضور الماضي موضحاً أن الماضي ما يزال يحتل فضاء واسع في الدولة وفي العقلية وفي الخطاب المغربي من جانبه يرى شقير أن ما يجعل ذلك المفهوم مستمر اليوم هو طبيعة السلطة التي لم تتغير لا في جوهرها ولا في شكلها وحسب شقير فإن ذلك المفهوم يشير إلى الجمع بين الثروة والسلطة في المغرب مبرزاً إلى أن السلطة دائماً تكون وسيلة من وسائل الاغتناء المادي بالإضافة إلى تحقيق سمعة اجتماعية وتصنيف في الهرمية الاجتماعية وفي السياق نفسه يلفت المتحدث إلى أن ما يحصل عليه حالياً بالريع ما هو إلا استمرار لهذه العلاقة الجدلية بين السلطة والاغتناء أو بين السلطة والطروة الأمر الذي يكرسه كون السلطة في المغرب تحاول أن تستقطب عناصرها من خلال ما توفره لهم من مزايا اقتصادية واجتماعية ومن ثم تيؤكد المتحدث أن هذه المنظومة سواء السياسية والاقتصادية هي التي تاكس الاستمرار في استخدام هذا المصطلح الذي يعبر بحسبه عن وضعي المشار إليها سلفاً ينضاف إلى ذلك أنه على المستوى الشكلي ما زال المخزن يتكرس من خلال مجموعة من الأشكال المراسيمية والمظاهرات السياسية أما مصطلح المخزن خارج المغرب لديه سمعة سيئة طبعاً